عبتدي معاكم بكلمة عن موضوع الكآبة والصيام الكبير حد بيقولي الصيام بيجيب كآبة قلتله لا مفروض الصيام يشيل الكآبة احتمال يكون اكل الفول له دور بس يمكن نظرية هيكتشفوها يعني لكن عموما الصيام مش موسم كآبة الصوم والصلاة دايما مصدر فرح فانا عاوز اكلمكم من روح قراءات الصيام الكبير ومن لقاءات المسيح شوية عن ازاي الواحد يقاوم ويغلب بالمسيح يعني شطان الكآبة فبعض الكتب الروحية يسموه شطان الحزن الرديء او حرب الكآبة يعني غير انها ممكن تتحول الى مرض في كآبة مرض انا لسه عارف الاسبوع ده ان الدبريشن في الطب اتنين واربعين نوع فعاوز اقولي يعني غالبا عندكو اتنين تلاتة منهم يعني فاتنين واربعين نوع وكلهم عاوزين علاجات لكن الكآبة هي الدرجة اللي قبل كلمة ديبريشن بالمعنى الطب يعني ودي بتعدي علينا كله فعاوز عايش معاكو شوية في المعنى ده اولا الكآبة ساعات يبقى لها اسباب ويقال ان احيانا تبقى بدون اسباب يعني يجي لك يوم كده تلتصحم قريف او زهقان او مش لاقي سبب واضح انت متضايق ليه ممكن تبقى اسباب داخلية انت مش دريان بيها ممكن يكون ارهاق عصبي فعملك نوع من الديء النفسي ساعات تبقى فيه minor things كده حاجات صغيرة انت ما عملت لهاش resolution يعني ما عملت لهاش ما تعملتش معاه فايه كسرة نفسيتك كده فتلاقي نفسك متضايق ما فيش سبب موقع لكن ساعات تبقى فيه اسباب واضح يعني مثلا واحدة دخلت في علاقة عاطفية وبعدين قبل ما تتجاوز ولا قبل ما تتخطب حتى الموضوع وقف بتاخد لها شهرين ثلاثة كتاب يعني كآبة واحد ترفض من شغله طبيعي بتوجعه وممكن يقعد عليها اسبوعين ثلاثة مكتاب حد خسر شخص قريب لي حدثة حصلت حد سافر السماء فجأة مهما كان إيمانه بتطرق جواه شيء من الكآبة إذن فيه اسباب وأحيانا ما بيكونش فيه اسباب لكن من الاسباب المعروفة أنا مش بكلم طب دلوقتي خلي بقى لكم إذن بقولك فيه chemical depression ده مش علينا دلوقتي ساعات شعور الملل أو الوحدة يزود الكائب مجرد إن مش حواليك ناس فترات ده بيخليك زهقان وزهقان دي كلمة معدلة الكائب يعني لكن هي مرتبطة بيها بدرجة الإحباطات المرتبطة بالتوقعات يعني عندك expectations إنه حاجة ما هتمشي كويس وبعدين ما مشيتش كويس ده بيبقى جزء من الكائبة وممكن تتراكم داخليا وممكن تتعبك جدا النيتز الغير ملباء بتعمل نوع من أنواع الكائبة يعني أنت محتاج مثلا تاخد أجاز وبقى لك مدة ما بتاخدش أجازها يبقى عندك كائبة لأنك you have some need إنك أنت تريلاكس مش عارفت مش تلاقي وقت للريلاكسيشن عشان كده في ناس بتكتأب من كتر الشغل وفي ناس من قلة الشغل شدة الاحتياج مثلا عندك عاوز تحكي ومش تلاقي حد تحكي معاه وده احتياج حقيقي ده ممكن يصيبك بنوع من الكائبة وتبقى مش فاهم دنيا مشية بس أنت معبي جوا ومعبي كتير ومش لقي حد تحكي معاه فإيه لقيت نفسك مكتئب أو عصب من الأسباب المنتشرة حاليا اللي بتقول ليه كلنا على درجة من الكائبة هي استخدام الميديا عموما الميديا على قد ما هي اتراكتنج يعني اكسايتنج ساعات إنما يعتقد أنها دايما تجيب درجة كاب كما بتقعد قدام الأجهزة ساعتين ثلاثة ده بيزود قوي أو احتمالية الدبريشن عندك تاني مش بتكلم في حاجة عاوزة داوة ويقول كان ده مش حرام ولا غلط لكن بقول بتبقى نفسيتك مش حلوة ومش مرتاح مش مبسوط مع أنك قاعد بتلعب جيمز مثلا صدوكو مثلا أو عمل تتابع أخبار على الفيسبوك لكن يعتقد أن الأجهزة لها دور دلوقتي في زيادة الكائب أي شيء روتيني زيادة بقاله كتير بيعرض الإنسان للكائب المونوتوني عموما بالذات في سن الشباب يعني كلكم شباب بتخنق لما تفضل 3-4 شهور بتعمل اللي بتعمله صبح و ظهر الليل صبح و ظهر الليل بدون أي تغييرات ما بتفصلش ده بيزود احتمالية إنك أنت فجأة تلاقي نفسك مكتئب وعصبي ومش عارف ليه أنت متضايق أنا مش بتكلم في الماجور ديبريشن بس بتكلم في الكآبة اللي هي عدوة الفرح الروحي من الحاجات اللي بتجيبك آبا كمان الاسترسز الزهنية فيه كذا نوع من الاسترس فيه فيزيكا الاسترس يعني تبقى تعمل مجهود عضلي فوق طقتك الأوحش منه المجهود الزهني اللي فوق الطاقة يعني يقوله دلوقتي إن المخ لما يبقى لودد بمئة مشكلة أو مئة موضوع وإحساسه أراك وأراك 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 ده ده بيدخل في درجة ديبريشن حتى لو الدنيا ماشي حتى لو ما فيش أزمات كبيرة مجرد الضغط العصبي ده بيوصل إلى نوع من أنواع أو درجة من درجات الكآب الفراغ والقلق يعني زي ما بنقول الزحمة تزود بنقول كمان الفضى الزيادة يا داود بالذات الناس اللي تعودت تنجز يعني خلي بالكم أنا صلي كنت مع السودانية الصبح فيه شعوب ريئة فالفراغ لا يمثل ضغط لأنه هم بطبيعتهم بإيه المهلة ما جتلت زول يعني التمهل أو المهلة ما بتقتلش حد فهم دا شعرهم في الحياة إحنا واخدين على رتم أسرع شوية لما تجبر على رتم بطيء زيادة غالبا دا ممكن يدخلك في كآب فالفراغ ممكن يجيب نوع من الألاء ويوم واحد تعوده في البيت غزب عنك أحيانا يخليك عصبي ومكتئب لأنك متعود تنجز أو متعود تتحرك كتير طبعا فيه أسباب روحية الفاليورز الروحية يعني لما تبقى ناوي من أول الصيام تصوم انقطاعي كويس وبعدين تفشل أو ناوي تحفظ مزامير ومعرفتش أو ناوي تمسك لسانك ودلقت كذا مرة وقعت في الإدانة أو فيه شهوات غلباك الشعور بالفشل الروحي يضيف الحرب الكآبة شطان الكآبة يقوله صديق كل الشياطين فشطان الطمع يحدف عليه وشطان الشهوة يحدف عليه وشطان الإدانة يحدف عليه وشطان الخصام يحدف عليه كلهم في الآخر يسووا الزبون ويجبهوله كذا وبالتالي بالذات الناس الروحيين اللي زيكم اللي يحبوا يمشوا كويس في ناس مش باي على القضية مش على أدماخا الحياة الروحية لكن اللي حاطت في قلبه يستقيم معرض للكآبة كلما يقع في خطئه وده طبعا بيبقى نعم نقصه إراجاء ونقصه إيمان وأحيانا بيكون فيه برضو نعم الكونفيدنس كده ربنا عاوز يعالجه إنك عندك ثقة بنفسك روحية لسه أعلى من المطلوب كمان من أسباب الكآبة أنا بتكلم تاني عن شطان أو حرب موجودة منتشرة بتحاربنا كلنا بدرجات وأشكال اللوم المستمر واللوم نوعين كبار اللوم حد قدامك ولومك لنفسك في ناس متبرمجة تلوم نفسها كتير دول أكثر ناس معرضين للكآبة لأنه جلد الزات أو لوم النفس مرهق نفسيا فعلا تعبير جلد النفس ده جلد هو تعبير قريب للواقع تصور واحد دهره عمال تنزل عليه جلدات ففي نسف نزيف في جلد للنفس طبعا ده مؤذي جدا ومرهق جدا ويدخل الواحد في كآبة وفي لوم بقى أو نقد شديد أو لازع يجيلك من اللي حواليك بالذات كمان تزيد وطقة اللوم لما يكون من شخص أنت بتحبه وبتجاهد ترضيه يعني تصوره زوجة بتحب جزها قوي ونفسها تسمع منه كلمة حلو يقوم في اليوم ده بالذات يتعكنن ويتنرفز ويلومها لحاجات فنظرها يعني فرغة ما شافش كل حاجة حلوة عملته ده بيدخلها في كآبة لأنه ايه هي حربة جامد عشان تكسب رضا والنتيجة لوم ونقد اللازع كمان النقد من الشباب لأهليهم أو من الأهالي للشباب بيوجع جدا وبيسيب كده نوع من الكآبة كأن الإنسان ما أنا مش هعرف أرضيك ما أنا فاشل على طول تقلب غم كده أي نوع من التطرف في التفكير يعرض الإنسان للكآبة أكتر التطرف منه مثلا البرفكشنزم اللي بينادوا بي ده بالرغم أن الإنجل بيقول لنا كونوا كاملين إنما تلاحظون ربنا لما يتعامل مع أي إنسان يتعامل بتدرج بلطف شديد ويقباله زي ما هو ويطلع بيه واحدة واحدة فعلى قد ما ربنا يحب الكمال على قد ما يعني يتعامل مع الواقع بطولة بال محب الكمال مستعجلين على الكمال فدول أكثر ناس عرضة للكآبة اللي هو يبقى عاوز الدنيا عصرة من عصرة هو ما فيش دنيا عصرة من عصرة تبقاش اسمها دنيا لا أنت عصرة من عصرة ولا عيالك ولا بيتك ولا الشارع ولا الخدمة ولا الزروع عادي فبنروحة شوي يعني حلوة أنك تنشد الكمال بس حرام أنك أنت تبقى طول الوقت مش سعيد لأن الدنيا تمانية من عصرة وياريتك شايفة تمانية غالباً اللي أنت بتشوف التمانية ده أنت بتشوفه خمسة ما هي النظرة السودوية تدخل هنا يعني تطرف الفكر أو السلوك في واحد مثلاً يبقى متطرف في قانون الروح بيطالب نفسه بالتزامات عالية أوي فوق طقته ده بيدخل في كآبة برضه لأنه لو ما كانش معتاد المراعي احتياجات جسده واحتياجات نفسيته على طول يدخل برضه في نوع من الكآبة لأنه بيطالب نفسه بطلبات فوق الطق إذن من الواضح أن احنا كلنا كخدام معرضين للكآبة وأنا مش عاوز أصدق أن الصيام وجو الصيام حد قال يبيجيب كآبة لأ أنا مش مقتنع أنا بعتقد أنه صيام مع قدسات لا ده طبعا يجيب فرح لكن في ناس غالبا بتبقى شخصياتها شوية فيها نوع من التديق في الأكل يعمل لها كأب في بعض الشخصيات كده مجرد أنه هو ممنوع من أكلات معينة ده الوحده يمثل ضغط نفسي عنيف طبعا أرجوكو ما تعتبرونش نفسكو في الشخصيات دي عشان تقولولي بقى هنتطر نفطر لأننا نفسيتنا لا مش أنتو يعني إنما ده موجود فعلا بدرجة طيب أنا كل ده مقدم عشان أشوف المسيح هيعمل إيه مع كآبة يعني طبعا فيه كآبة بسماح من الله بمعنى ربنا بيستخدم ضعفنا البشري وفترات التعب النفسي فيه تهزيب النفس بدليل أن المسيح له المجد قبل في نفسه أن يكتئب إذن الكآبة في ذاتها مش خطيئة خلي بقى لك لأنه حاشى أن يقال على المسيح أنه أخطأ فكونك مضغوط نفسيا أو مكتئب بدرجة في الفترة دي مش خطيئة دي لحظات طبيعية في حياة أي إنسان المهم أنك أنت ما تستسلمس المهم أنك أنت ما تطولش كلمتين دو المهمين ما تستسلمس وما تطولش وده اللي عمله المسيح ليلة الخميس الجاي الخميس العهد جسيماني أنه لا استسلم ولا طول لكن هو عد على الكآبة اللي كان معها دموع وكان معها ضغط نفسي وآضح وقال نفسي حزينة جدا أولاً الكآبة غالباً الحزن ده الذي بحسب مشيط الله له دور في التواضع الصخص المنطلق السعيد على طول ممكن يكون معه درجة رضا على النفس وبرايد وإعجاب وتفخر كونك تضعف زي أي إنسان وتتهزم داخلياً شوية ده ضروري في تهزيب روحياتك أو نفسيتك أنك تتعب شوي قديس بوليس قال كلام كتير عن التعب النفسي لأنه عد عليه قال متحيرين لكن غير يأسين متضايقين لكن غير مكتئبين مضغطين لكن غير منهارين ده أنا بقولها بترجمة أخرى لكن هي المعنى كده وقال تثقلنا وقال آيسنا فقال كلمات كتيرة في اتجاه الضغط النفسي الواضح ده له دور في التواضع أفضل تعامل مع أي ضغط نفسي وكآبة هو اللجوء للصالح وهنا اللي متعود يصلي يبخته لأنه ما بيلاقيش ريجكشن كتير إنه متدايق فيصلي اللي مش متعود لما بيتدايق بيقف العصر واضح الفرق فالكآبة بسماح من الله بتوصل إلى صلوات حر كمان فترات الكآبة دي أو الحزن الداخلي أو الهزيمة الداخلية هي فرصة إنك تشعر بالآخرين الإنسان اللي ما جربش الضغط النفسي ساعات يبقى قاسي في حكمه على الناس يبقى حاسس إن الست اللي بتعاية دي بتتدلع والشاب اللي قفل على نفسه متدايق ده بتدلع لا بالراحة شوي بالراحة الناس دي بشر وإنت كمان بتتعب زيهم في وقت الكآبة بسمح من الله ساعات تبقى دعم إلهي أو قوة إلهية تبطل الشهوات لدرجة يحنى الدرجة قال الغريب إن ربنا ساعات يخبط سطان بسطان يعني سطانك أبغ ممكن يخبط سطان الشهوة بس ده تدبير إلهي يعني إيه ممكن مع حالة نوع من الضغط النفسي يبقى ملكش نفسه تعمل حاجة غلط ستبقى فيها فايدة برضو أنا بكلم من وجهة نظر نفسية وروحين أحيانا الفترات اللي فيها شوي ضغط نفسي أو حزن بحسب ما شئت الله تعني ساعات تكون هي دي بداية استنارة واكتشاف ربنا عاوز إيه يعني كتير عرفوا رسالتهم وتحطوا على الطريق صح بعد فترة من الضغوط النفسية الأقرب إلى الكآب إذن كل ده يقول إنه ربنا بيسمح لينا وعشان كده الكتاب قال طوبة للحزانة الآن لأنهم يتوزوا في بعض الأقوال الأبائية نعدي بليها بسرعة الصلاة هي علاج الحزن والكآبة حينما تمتلئ النفس من ثمار الروح تتخلى تماما عن الكآبة والضيق والضجر تتحلى بصعة الصدر والسلام والفرح تفتح في قلبها باب الحب لسائر الناس تطرد كل فكري وسوس لها بأن هذا الصالح وذاك الشرير ترتب حواسها الداخلية وتصالحها مع القلب والضمير فلا تتحرك منها بالغضب أو بالغيرة من أي إنسان يعني الروحانية هي الحل العلاق في الآخر صمر الروح يعني تصلي كويس تقرأ كويس تشبع بربنا قدسات اعتراف خلوة على طول يعيد إليك سلامك تقدر تقاوم كل تداعيات الكآبة برضو ثوفان الناس يقول ينبغي أن تكون التوبة مفعمة بثقة ثابتة فالله توبة الكآبة والغم التي تجعل القلب يضطرب ويجزع لا يمكنها أن تثبت رجاء في النفس يعني إيه التائب بدون رجاء هذا الحزن مشكوك في أمره ده مش حزن روحاني لازم الحزن الروحاني يبقى معه لسه رجاء وألم أبص بقى على قصص الصيام عشان نربطها بأحداث الصيام كل شخصيات الصيام تبدأ بكآبة وتنتهي بفرح مش كده تعالوا نبتدي بالابن الضال كآبة شديدة لأنه عنده أسباب مقنعة أنه يكتئب ضيع الفلوس اختار غلط مشي مع أصدقاء سوء الأصدقاء خزلوا سبوه مزنوق ذن أسودة لأنه خايف يرجع محدش يحترمه أو يقبله موجود وسط خنزير الريحة وحشة في زل في مهانة كل الأسباب اللي تخليه لازم يكتئب ومع هذا انتصر على اكتئابه بقرار إيجابي إنه أقوم وأرجع إلى أب لكن الإبن الضال عنده جانب كآبة واضح مرتبط بالفشل الروحي أو بالخطئ الأبن الأكبر مكتئب جداً بدليل العصبية بس عنده أسباب أخرى هو مكتئب بسبب الغيرة هو عصبي جداً ومش مبسوط لأنه كل اللي بيفكر فيه إنه أبويا بيميز أخويا وأنه أنا كده اتظلمت وأبويا مش معدرني ودخل فيه شوية أفكار عبيطة في موقف كان المفروض يفرح فيه تاخدوا بالكو تعبير الأب كان دقيق أوي كان ينبغي أن نفرح أنا نفسي تفتكر الكلمة دي عارفين ليه لأن كتير أوي بنكون متضايقين ربنا بيوشوشك ويقولك المفروض تفرح لأن ساعات أنت تكتئب ماشي مع هواجسك وأفكارك ومشاعرك وهي من لخبط لكن اللي زيك في اللحظة دي الطبيعي بتاعه أنه يفرح كان ينبغي أن نفرح يبقى فيه أسباب منطقية للفرح أكتر كتير من الحزن بس طريقة التفكير الغلط هي اللي بتخلي الواحد يحزن الكآبة في السامرية منطقية جدا متوقعة ليه زل الشهوات زل العلاقات تاريخ مشين نظرة مجتمع شايفها خطية وشريرة عدم احترام الناس ليها كل يعني الجو كله يدعو للكآبة فبقول لكم الشخصيات اللي بنقابلها في الصيام واضح جدا أن الكآبة كانت جزء منها وانتصرت عليه المخلع أنا مش عارف إزاي عايش بدون كآبة أكيد عنده كآبة أو عدت عليه كآبة أقول كآبة صديقته يعني لأن الوحدة هنا مرة جدا يعني ليس ليه إنسان ده أكتر حاجة ممكن تجيب كآبة لأنها شكوى حقيقية مش شكوى مجازية هنا المولود أعمى نظرة المجتمع اللي بصصله بقرف أنه خاطئ أو أنه أهله خطاب طبعا دي تؤكد أنه مفروض يكتائب لأنه حاسس ملوش حد ومحدش بيحبه وفيه غضب داخلي على الكل بالمناسبة بنحط زكة في شخصيات الصيام لأن زكة السبت الجاي زكة ليلة حد الزعف آخر بيت بيدخله المسيح أو آخر شخص بيصطاده المسيح قبل حد الزعف قبل أسبوع الألام زكة أيضا مكتائب مع أنه شخص غني يعني بصوا الإكستريمز بقى المخلع والمولود أعمى شحتين مكتائبين زكة من أغنى الناس وبرضو مكتائب فبدبان أن الكآبة دي ما بترحمش يعني كل واحد له علامه ولو أسبابه لكن هنا برضو في وحدة في إنعدام القيمة في إنعدام الرسالة في عنده أسباب تخليه يكتائب لعظر يوم السبت برضو مريم ومارسة عندهم سبب يخليهم مكتائبين أن أخوهم مات وأخوهم ده العائل الوحيد وفي عز شبابه وسبب آخر يزيد الكآبة هو الأحباط في ربنا إن بعتوله مجاش فده الواحد سبب تاني يزود موضوع الكآبة ألحاقكم بقى قبل ما تكتائبوا نشوف المسيح بيعمل إيه وإزاي بيحول كل القصص دي إلى قصص سعيدة أول دور إلهي واضح في كسر الكآبة هو الحضن النقي بتاع الأب أتصور إنه الإبن الضال جاي محمل بكآبة شديدة مجرد الأب وقع على عنقه وقبله أظن الكآبة طارت كأنها حقنة كده في علاج الكآبة طيارتها في لحظة فالحضن اللي فيه أبوة وفيه حنية وفيه أمان وفيه طبعا ضمنيا وعد بالغفران وفيه طرد لكل الشكوك اللي جواه ده كل ده بيحصل في أكشن واحد في الحضن وعشان كده كلما الواحد في الصلاة يوصل لهذا الحضن لازم يطلع من الصلاة منتصر على الكآبة كذلك في مثل في قصة الإبن الأكبر الأب بالحوار انتصر على كآبة الإبن الأكبر أو ساعده يغلب دماغه الملخبطة تعبير الأب المفرح كان ينبغي أن نفرح أخوك كان ميت وعاش يعني better to see the story this side أنت ليه واخدها من negative side ليه متغاز أخوك رجع يبقى هتخسر فلوس تاني يبقى أبوك بيميزه ليه 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 كلام ده كل ما فيه يعني وش واضح قوي للقصة أنت مش راضي تشوفوك أبوك فرحان قوي أخوك كان ميت وعاش الفلوس أعداء لك خلاص انتوا عارفين لما قالوا كل مالي فهوى لك أنا بفهمها أنه ما تخافش مش هنقسم الفلوس تاني يعني إذا كانت الحتة دي وجعك وإن كان ده مش صح يفكر كده بس على قده لكن هنا الحوار اللي كله أبوه وكله احتواء واحتمال للبواخة بتاعة الإبن الأكبر مفروض تدوي بالكأب خلي بالكو أنا بقولكو كده ليه عشان لما تكتائب وتجرع المسيح تاخدوا الحاجات دي ولما تشوفوا حد مكتائب تعملوا الدور ده تتشبهوا بالمسيح في الحوار الهادي العائل وفي الحضن النقي كل ده ينزع الكآبة من اللي قدامك في قصة السامرية السامرية عندها معاناة الإنسان اللي مش لقيا راجل أنتوا عارفين أنا بتصور كده جملتين جنبه بعض الحد الرابع ليس ليه زوج والحد الخامس ليس ليه إنسان تاخدوا بالكو الجملتين ده المهمين قوي هي معانتها ليس ليه زوج معناها جوزت كتير بس الزوج بالمعنى اللي هي بتدور عليه مش لقيا هي مش عاوزة معنى جزداني خالص هي عاوزة مسؤول عاوزة راجل عاوزة حب حقيقي فليس ليه زوج فالمسيح أشبع هذا الاحتياج زي ما أشبع احتياج المخلع ليس ليه إنسان هنا أشافي من الكآبة يملأ إلهي كل احتياجكم لو الواحد عنده احتياج لصديق وقرب من المسيح يبقى سعيد جدا لو بنت مرتبطتش وقربت من ربنا بجد بتبقى أسعد من أي زوجة وده مش كلام معظم لما يكون واحد معوق زي المخلع ويلاقي المسيح جنبه طول الوقت بيغلب واجعه في قصة المخلع المكتائب بسبب العجز اللي عنده ونظرة المجتمع ليه إنما كون المسيح ساب الدنيا دي كله رحله وركز عليه دي خلعت منه الكآبة اللي جوها دي برضو قديته بهجة ما كانش متوقعها بالإضافة إلى المعجزة إن ربنا يقدر فعلاً يعمل معجزة شفاء للكآبة ربنا ممكن يعمل معجزة شفاء لمكتائب بمعنى تبقى متدايق قوي تصلي كويس تلاقي نفسك فرحان بجد ده مش معنى أنك تجننت على حاجة لا أنت خفيت أو في اللحظة دي على الأقل فيه ربنا لمس قلبك في المولود أعمى كان فيه لمسة مباشرة حط إيده على عنيه بجد مع أن كان فيها طين يعني كأنه بيوجعوا في الأول لكن اللمسة دي كان فيها شفاء لمس آلام الناس ده يشيل الكآبة يعني التلامس مع وجع إنسان ده دور رائع جدا والمسيح لو المجد لما يقول في الإنجيل في كل ديقة هم تضايق إنه بيشارك الدقيقة دي لوحدها بتريح نفسيا نظرة المسيح لزكا البصة اللي كلها حب دي على فكرة ممكن تكون بتعالج الكآبة بصة عين بس إنه واحد ينظر بإعجاب لشخص كل الناس بتحتقره دي ممكن تشفيه من الكآبة والتركيز عليه والاهتمام به الحقيقي ده يطلعوا من الكآبة اللي هو فيه طبعا وعد الإيامة ينتصر على الموت دايما فده اللي حصل مع مريا ومارسة إنه خرجهم من الكآبة بقوة القيامة كمان الأسبوع الجاي هنقابل الكآبة في صورها لكن موثلة كمان هنشوف أيوب في أربع أيوب هنشوف المسيح في جسيماني هنشوف العدرة يوم الجمعة الكبيرة إذن إحنا هنقابل موضوع الكآبة أو الحزن مع شخصيات كتيرة لكن جسيماني في رأيي أجمل موديل للانتصار على الكآبة لما تبقى مضغوط نفسيا جدا لازم تستحضر جسيماني المسيح حاسس بيك لأنه عدى يعني إيه على الضغط النفسي في أصعب صوره وهنا انتصر بالدموع انتصر بالصلة انتصر بالسجود انتصر بالتكرار في الصلة ما تطلعش من الصلة غير لما تفك غير لما تهتو ما تستعقلش وتخرج من الصلة لأنه ده مش صح ومش هترتاح غير لما تاخد وقتك خالص وفي الآخر قول يلا قوموا ننطلق منهم خلص هو ذا الذي يسلمني قد اقترب تحسوا انه بعد الليلة دي المسيح كان بري بيسفول يعني طبعا البكاء ساعات يبقى نعمة يعني اللي عندهم دموعه بيكرهوها الحياة دموع مع كآبة نعمة لأن القديس بولس هو اللي ركز على دموع المسيح مش الانجليين الانجليين قالوا عرقوا كان نازل زي الدم لكن طبعا متى ومرقوا ذكروا حتة الدهش والكآبة يعني كان بيبكي بصوت بولس بقى ذكرها باستفادة في العبرانين قال قدم بصراخ ودموع كان في صراخ ودموع فيبقى واضح ان الانفعالات بتاعة ربنا يسوع كانت unexpected يعني عمرهم ما شفوها قبل كده لهذه الدرجة بس كل ده موضل لنا ان ده طبيعي مع الانسان اللي يضغط نفسين كمان في مبدأ يقول لا تقاوم التعزيات يعني ايه هيجي لك صوت داخلي بيقول لك ربنا بيحبك ما تقاومش بقى الصوت ده ما تبقاش فقري يعني ما تبقاش ايه دماغك ركبة شمال هتلاقي صوت بيقول هتفك هتعدي ما تقاومش تقاوم هتلاقي شعور حلو بارتياح ما تستقطروش على نفسك انا هيجي لك تقاب مع الصوت ده الحقيقة الحاجات اللي بتجيب لنا اكتقاب الاصوات كمان مفيد انك تعرف مداخل الكقابة بالنسبة لك يعني اذا كانت الاجهزة بتجيب لك اكتقاب قلل اذا كانت الدوشة بتجيب لك اكتقاب قلل اذا كان الفضى يجيب لك اكتقاب قلل الفضى اذا كان بعض الناس يجيبولك اكتقاب لو قدرت تبعد عنهم ابعد مش غلط ان الواحد يتجنب اين امكن بعض اسباب الكقابة او الضغط النفسي مش غلط بس اين امكن ليه لان احيانا لا يمكن زي المخلع هيطلع من الشلل الزائع في قصة أيوب الزائت وجد الصديق الحكيم اللي خفف شوية عن كآبة أيوب أليه الشاب ده قال كلام مريح عشان كده مش غلط في الكآبة أنك تبحث عن أليه بس مش أي شخص يطلع أليه شخص يعرف يقول كلام ربنا وبقلب ربنا يبقى حاسس بيك متفاعل معاك متعاطف لكن كمان بيقولك بس عندك حتى غلط لأنه أليه كان صريح مع أيوب وقال له صحيح أنت التجربة صعبة والنزدل قاله فيك كلام مش حل بس أنت كمان شايف نفسك أبر من الله إذن الكآبة حرب كلنا بنعدي عليها في الصيام كل القصص بتقول لنا يلا ننتصر على الكآبة المسيح يقدر يفرحنا بجد ويدينا بهجة قيامته مهما كانت الضغوط والفشل والخطايا لإلهنا كلما كذكره ترجمة نانسي قنقر